الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا على نعمه ونشكره على فضله ونسأله المزيد من خيره وبره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد فهذا مجلس آخر من مجالسنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيحاً جناته نواصل فيه البحث في دراسة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب فليتفضل القائل مشكوراً بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً اللهم اخفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني شارفاً أخرى من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه فوعدت رجلاً صواغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي على فاطمة رضي الله عنها وحمزة بن عبد المطالب رضي الله عنه يشرب في ذلك البيت مع قينة قالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فوثب حمزة إلى السيف فثار إليهما حمزة بالسيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما فبين أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد اجتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فنظرت إلى منظر أفضعني ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فأخبرته الخبر فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدع النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فتغيض عليه فإذا حمزة قد ثمل محمرة عينا فرفع بصره فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء حتى خرج عنهم وخرجنا معه وذلك قبل تحريم الخمر قوله في هذا الحديث كان لي شارف هو جمل بلغ سنا معينا وقوله من نصيب من المغنم فيه توزيع الغنائم على المقاتلين وفيه ذكر يوم بدر وما نصر الله به أهل الإسلام وما كان من الغنائم في ذلك اليوم وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفاً أخرى من الخموسي وذلك أنه من ذوي القرابة قد قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولذي القربة وفي هذا الحديث تخصيص بعض بني القرابة بعطاياً من المغنم لا تعطى لمن سواهم وفي الحديث ذكر زواج علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها وقوله فلما أردت أن أبتني يعني أن يدخل بها وكان يريد أن يقدم هذين الشارفين على أنهما مهر لفاطمة وقوله أن أختهما أي بركهما وأجلسهما عند باب رجل من الأنصار من أجل أن تحفظ من الضياع فكأنه قد ربطهما في ذلك الموطن وفيه ربط الإبل من أجل أن لا تغدو وتضيع وقوله أن أريد أن أحمل عليهما إذخرا الإذخل نوع من أنواع النبات وله خاصية وقد كانوا يستعملون هذا الإذخل في عدد من الاستعمالات منها أنهم يجعلونها على قبورهم من أجل أن لا تدخل المياه على القبر فينخفت القبر بسبب الماء ومنها أنهم يجعلون هذا الإذخر في سقف بيوتهم من أجل أن لا تسقط البيوت بسبب نزول الأمطار المتتابعة وديمة المطر وكذلك يجعلون هذا الإذخر في النار من أجل أن يطول مدة احتراق النار فيضعون فيه الصياغة التي يريدون صياغتها من الحلي ونحوه فهذا شيء من استعمالات الإذخر ولذا كان له قيمة ومنزلة ومن هنا ذهب علي رضي الله عنه من أجل أن يأخذ من هذا الإذخر وفي هذا دلال على جواز اكتساب المباحات وأن الأصل في أعشاب الأرض أنها مباحة يجوز لمن أخذها أن يتملكها وفي هذا جواز بيع الإنسان ما تملكه من الأموال ولذا قال لأبيعه وقد ترجم له البخاري فقال باب بيع الحطب والكلأ وفي الحديث استئجار الرجل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أجل أن يعين على بعض الأعمال خصوصا إذا كان من أهل الاختصاص فإن هذا الرجل الذي استأجره علي رضي الله عنه كان رجلا صواغا وبالتالي يعرف ما الذي ينفع من الإذخر للصاغة ليصهر به الحلي وفي هذا الحديث جواز التعاقد مع أهل الكتاب في هذا الباب وفي هذا الحديث أن الأجير لشخص يريد أن يكتسب المباحات ليس له إلا أجره الذي اتفق عليه وأما المباح فيكون لصاحبي العمل الأول الذي استأجر هذا الرجل وفي الحديث جواز العمل في صياغة الذهب والفضة وأن هذه من المهن الجائز للإنسان الدخول فيها وفي هذا الحديث جواز امتهام بيع الحلي متى كان الإنسان محافظا على شروط بيع الحلي وفي الحديث من الفوائد بيع السلع على أهل التجارة من أهل الكتاب فإن الصواغين في ذلك الوقت أغلبهم من اليهود وفي هذا الحديث ترتيب الزوج لوليمة العرس فإن علي رضي الله عنه قد أراد أن يستعين بهذا العمل على الوليمة وفي هذا دلال على أن الأصل في ولايم النكاح أن يقوم بها الزوج ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف السابق حينما تزوج قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه ولكن إذا وجد في مجتمع عرف بغير ذلك فهذا العرف يسار عليه ما لم يوجد نص وتصريح يقابله وفي الحديث اكتساب الرجل لسداد حوائجه ولأقيامه بنفقات زواجه وفي الحديث ذكروا أن الخمر كانت مباحة في أول الإسلام وأن تحريمها جاء بعد ذلك وفي الحديث ما كان عليه أهل المدينة في زمانهم الأول من اجتماعهم وفي الحديث الإشارة إلى شيء من مفاسد شرب الخمر حيث يضيع عقل الإنسان وبالتالي لا يوجد له ضوابط تمنعه من الإقدام على فعل المحرمات أو على إتلاف أموال الآخرين وفي الحديث التحرز في الأسلحة لألا يكون استعمالها في وقت فورة غضب أو ضياع ذهن ومما يؤدي إلى إتلاف النفوس أو ضياع الأموال وفي الحديث من الفوائد أن البعير متى تم قتله بدون الذكاة الشرعية فإنه يصبح محرما لا يجوز أكله وفي الحديث من الفوائد جمعوا الأقتاب والمراد به الأخشاب التي يرتب منها مواطن لجلوس الإنسان على البعير والحبال كانت تجمع من الليف أو من ما ماثله وتصنع حبالا وفي الحديث من الفوائد تفقد الإنسان لأمواله ومتابعة أحوالها ما بين وقت وآخر وقوله ولم أملك عيني يعني أنه لما رأى شارفيه قد فعل بهما ما فعل حينئذ جاشت نفسه فهطلت عيناه دمعا وذلك لتأثره وحزنه لفوات ماله الذي كان قد عده لزواجه وفي هذا سؤال الإنسان عن من تعدى عليه وتعدى على أمواله كما سأل علي رضي الله عنه في عن ذلك وفي الحديث من الفوائد تقديم الشكوى إلى الولاية العامة وإلى إمامي المسلمين كما فعل علي رضي الله عنه في ذهابه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تأثر الإنسان بما يرد عليه من الحوادث والمصائب مما يعرف على وجهه ولذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم التأثر في وجه علي رضي الله عنه ولذا سأله ما لك أي ما السبب الذي جعلك على هذه الهيئة وهذا المنظر وفي الحديث إخبار الإنسان بما يجري عليه من الوقائع وفي الحديث من الفوائد اتخاذ الأردية التي تلبس فوق الملابس المعتادة وهذا الرداء قد كانوا يلبسونه أثناء ذهابهم وإيابهم وعند زيارتهم لغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه لم يكن يلبس الرداء فلما أراد أن يذهب دعا برداءه وفي هذا الحديث خدمة الرجل في ترتيب لباسه ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من يحضر له الرداء وفي الحديث مباشرة الإمام الأعظم لمتابعة القضايا التي تكون بين الناس وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاستئذان عند الدخول ولذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الدخول على حمزة استأذن عليه وفي الحديث توجيه اللوم لمن حصلت منه مخالفة وأن من أنواع التعزير التعزير القولي كما لاما النبي صلى الله عليه وسلم حمزة فيما فعل وفيه غضب الإنسان لانتهاك الحرمات ومخالفة ما جاءت به الشريعة من الحفاظ على أموال الآخرين وفي الحديث الأثر السيء لشرب الخمور سواء كان في البدن حينما كان حمزة قد ثمل محمرة عيناه وفي الحديث أيضا أن الإنسان لا يؤاخذ بما يقوله عند ضياع عقله وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان عند ذهاب عقله قد يتكلم بالكلام السيء الردي كما قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي وفي الحديث من الفوائد جواز الرجوع على صفة القهكرة كما عاد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دلالة على أن الخمر قد حرمت بعد ذلك وقد جاءت النصوص قاطعة بتحريم الخمور صلى الله إليكم قال رحمه الله عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا في الجاهلية فعملت للعاصب نوائل السهمي سيفا فكان لي على العاصب نوائل دين دراهم فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه قال لا والله لا أعطيك ولا أقضيك شيئا حتى تكفر بمحمد فقلت أما والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك قال وإني لميت ثم مبعوث من بعد الموت قلت نعم قال فدعني حتى أموت وأبعث فأسأوت مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا قوله عن خباب كنت رجلا قينا في الجاهلية أي حداد وفي هذا جواز امتهان الحداد وأنه لا حرج فيها وفيه بيان ما كانوا عليه من الخراج حيث حيث كان السيد يقول لمملوكه اذهب واعمل وأعطني خراجا يوميا بالمقدار الفلاني وما زاد عليه في كسبك فهو لك والعاص بن وائل هو والد عمر بن العاص الصحابي المعروف وهو من بني سهم وبن سهم بطن من بطون قريش وأقرب ما لهم بن أمية قوله فعملت للعاص سيفا فيه جواز صنع الأسلحة وجواز ترتيبها وفيه أيضا الإيجارة على أداء عمل فإن العاص قد استاجر خبابا ليعمل له هذا العمل وهذا يقال له عند العلماء الإيجارة العامة والإيجارة العامة تكون على إنجاز عمل بخلاف الإيجارة الخاصة فإنه يكون العقد منصبا على الزمان بحيث يكون الأجير الخاص تحت الأمر متى طلبه المستاجر قام بامتثال أمره وفي هذا الحديث جواز عمل الصناعة مقابل ثمن مؤجل وأنه لا حرج في ذلك وفي هذا قوله دراهم يعني من الفضة وفي هذا دلال على أنه يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه من المشركين فإن العاص كان مشركا وقد آجر خباب نفسه منه لأداء هذا العمل قوله فأتيته أتقاضاه أي أطلب منه سداد الدين الذي لي عليه وفي هذا جواز تقاضي الحقوق وجواز مطالبة الإنسان بما له من حق على غيره وفيه أيضا جواز مطالبة الوجهاء ومن لهم مكانه بالحقوق الواجبة عليه وفي الحديث ذكروا ما كان عليه أهل الجاهلية من ظلم للعباد ومن تعسف في استخدام حقوقهم من أجل صد الناس عن دين الله جل وعلا وفي هذا الحديث تحريم منع الإنسان للحقوق الواجبة عليه وهي الحديث تذكير الإنسان لغيره بالبعث بعد الموت من أجل أن يستعد لما بعده وفي هذا الحديث من الفوائد استهزاء المشركين بأهل الإيمان فيما يسعون إليه من تحقيق مقاصدهم وفي الحديث تمني أهل الباطل على الله الأماني وبدون أن يكون عندهم ما يكون سببا لتفضل الله عليهم ومن هنا قال العاص ابن الوائل بأنه سيؤتى مالا وولدا يوم القيامة وفي هذه الآيات من الفوائد تحريم صد لإنسان الخلق عن الإيمان بأهل الحق وفيه وجوب إعطاء الحقوق لأصحابها وفي الحديث أن الإنسان لا يتمنى على الله الأماني وهو لم يبذل الأسباب الموصل إذا تحقيق تلك الأماني وفي هذا الحديث انفراد الله بعلم الغيب وأنه لا يطلع أحد على الغيب إلا من كان قد أطرعه رب العزة والجلال وفي الحديث أن أعمال العباد مسجلة عليهم وستعرض عليهم وفي الحديث من الفوائد أن تبجح الإنسان وتمنيه على الله الأماني من أسباب زيادة عذابه وإستمرار ما يرد عليه من العقوبات نعم صلى الله قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه وكان غلاما له مولا قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة فيها ثريد خبز من شعير ومرق فيه دباء وقديد وأقبل الغلام على عمله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة يأكلها فلما رأيت ذلك جعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فلم أزل بعد أحب الدباء من يوم إذ منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وصنع ما صنع قول أنس رضي الله عنه كنت غلاما أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل أنس بن مالك وفيه التقرب لله عز وجل بخدمة أهل الفضل والعلم كما كان أنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث جواز امتهان الخياطة وأن الخياطة لا ينقص مقداره عند الله جل وعلا ولذا استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وفي الحديث من الفوائد مشروعية إجابة دعوة الداعي ولو كان ممن لا يؤبه له وفي الحديث صنع الطعام للأضياف وفي هذا الحديث جواز تصرف المملوك في المال الذي بين يديه إذا كان هذا بإذن سيده وهذا الغلام كان مملوكا وقد تصرف في هذا المال بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام قوله فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فيه صحبة الرجل لغيره في ذهابه وإيابه وفي هذا الحديث أن الأفضل تقريب الطعام إلى الأضياف لا تقريب الأضياف إلى الطعام والثريد طعام يصنع من بر ولحم ونحو ذلك وفيه جواز تناول الثريد وفيه وضع الأطعمة في الأواني وفيه استخدام أواني الأخشاب وأنه لا حرج فيه وفيه جواز صنع الثريد وفي الحديث قال خبز من شعير يعني يفسر الثريد بأنه يجتمل على الخبز وهذا الخبز مرة يضعونه من القمح ومرة يجعلونه من الشعير في الحديث استعمال الشعير وأكله وصنع الخبز من الشعير وقوله ومرق فيه دباء وقديد الدباء نوع من أنواع القرع والقديد اللحم الذي يقطع شرائح صغيرة ثم يوضع في الشمس من أجل أن تذهب دسومته فيبقى ولا يتلف وفي هذا جواز صنع الخبز وجواز أكله وفيه أيضا جواز صنع المرق وجواز شربها وفي هذا استعمال الدباء واستعمال القديد وقوله وأقبل الغلام على عمله يعني أنه لما قرب إليهم هذه القصعة أصبح يشتغل في عمله الذي يمتهنه وهو الخياطة قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء أي يبحث عنه من حوالي القصعة يعني من جوانبها يأكلها يعني يأكل الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أتتبعه يعني أتتبع الدباء فأبحث عنه في هذه القصعة ثم أقوم بوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز تتبع الطعام وعدم وجوب أن يكون أكل الإنسان من جانب واحد مما يليه متى كان هناك سبب كاختلاف أنواع الطعام ونحو ذلك وفي الحديث إضافة أو تقديم الطعام للأضياف وفيه أنه لا مانع من أن يشتغل الإنسان بأعماله مع كونه قد قدم الطعام لأضيافه قوله فلم أزل بعد أحب الدباء يعني أن أنس يقول بأني لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه أكلت فأورث ذلك في نفسي محبة له وهذه المحبة لا يجعلها على سبيل القربة والعبادة وإنما هي أمر في النفس وبالتالي فلا يعد هذا من الاكتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية يحمل على الإباحة والجواز ولا يحمل على القربة والعبادة وجوبا أو استحبابا صلى الله عليه قال عن عمر بن دينار قال كان هاهنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل نهيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل فقال ممن بعتها فقال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريك باعك إبل نهيم ولم يعرفك قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء فإنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار عمر بن دينار من التابعين ومن علماء العصر الثاني من التابعين بعد عهد الصحابة وقوله كان هاهنا رجل اسمه نواس وفي هذا جواز استعمال استعمال الرجل لترتيب أمور البيع ونحو ذلك قوله وكانت عنده إبل هيم يعني فيها مرض وبالتالي أثر عليها هذا المرض وهم من جنس الأمراض التي تصيب جلد البعير وفي الحديث جواز شراء الإبل المريضة وأنه لا حرج في ذلك وفي الحديث من الفوائد المشاركة في ملك الإبل وفي بيعها كما شارك نواس هذا شريكه وفي الحديث تفقد الشركة لأموالهم وسوال بعضهم بعضهم الآخر عما يردوا إليهم وما تم فيه التصرف بالمال وفي الحديث بيع الإبل وأن الأصل جواز بيعها وقوله ممن بعتها أي من هو الذي اشترى منك هذه الإبل فقال من شيخ كذا وكذا فيه أنه عند وجود العقد الذي فيه مخالفة ينبغي فسخ ذلك العقد وفي هذا الحديث معرفة الرجل بما يذكر عنه من صفاته وفي الحديث من الفوائد رد العقد الذي فيه مخالفة شرعية قال فجاءه يعني أن الشريك جاء إذا ابن عمر فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك فكأنه قد قال له بعتك إبلا مريضة ولما أعلم بأنك ابن عمر وإلا لبعتك آطيب ما يكون من الإبل عندي قال فاستقها يعني قم بإرجاع هذه الإبل قال فلما ذهب ابن عمر يستاقها يعيدها بسوقها وجرها إليه فقال ابن عمر دعها أي لا تأخذ هذه الإبل ولا تقم باستياقها لنفسك فقد رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قضى أنه لا عدوى فكأن هذه الإبل إذا كانت مريضة وكان فيها مرض فإنه يقتنع بأن هذا المرض لن ينتقل إلى غيرها وقد جاءت النصوص ببيان أن الأمراض لا تعدي بنفسها وإنما بقضاء الله وقدره وأما الطيرة فالمراد بها التشاؤم وسميت بهذا ليسم لأنهم كانوا في الزمان الأول يتشاؤمون من بعض الطيور وقوله إن كان الشؤم في شيء يعني إذا كان هناك أمر يكون مشؤوما لما فيه من الصفات وفيكون في ثلاثة الفرس والمرأة والدار ولا يعني هذا مشروعية هذا التشاؤم أو أنه مما يتيح للإنسان أن يتمنى زوال شيء من النعم أو جلب شيء من الخيرات له فهذا الحديث فيه ذكر واقع وليس فيه تسويغ لحكم شرعي في هذه الأمور وفي هذا الحديث اجتناب الإنسان لما قد يكون سببا للشر والسوء والمصيبة ويكون سببا لتلف شيء من الأموال وضياعها وقد عنوان البخاري على هذا الحديث بقوله باب ما يتقى من شؤوم المرأة وباب ما يذكر من شؤوم الفرس بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين وأصلح الله قلوبنا وملأها خيرا وفضلا وعدلا برحمته وإحسانه فهو رب العالمين جل وعلا كما نسأله أن يجمع أهل الإسلام على الحق والهدى وأن يبارك فيهم وأن يجعل العاقب في الأمور كلها إلى الله جل وعلا كما نسأله سبحانه أن يوفق أولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح كما سأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة ونسأله جل وعلا أن يحمي يا إخواننا في فلسطين وأن يكفيهم شر عدوهم اللهم سد جوعتهم وأمن خائفهم وأوجد لهم الماء والذي يؤويهم كما نسأله جل وعلا أن يشفي مرضاهم وجرحاهم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين للمدون يوم Swim وأني للمدون كثيرا يومtte كثيرا وضوكي آل